على أمل تحقيق نتائج إيجابية في التصفية الآسيوية المؤهلة إلى نهائية كأس آسيا المقبلة يواصل منتخبنا الوطني لشباب معسكره الخارجي بمدينة جدة حصص تدريبية مكثفة يجريها الجهازان الفني والإداري للأحمر الشاب بكيادة المدرب محمد النفيعي بهدف الوصول إلى جاهزية الكاملة قبل أقل من شهر لانطلاق التصفيات استعدادات يصحبها الكثير من التفاؤل خصوصا بعد الأداء المشرف الذي ظهر به منتخبنا الوطني في كأس العرب الأخيرة بالسعودية المعسكر الخارجي جعل الصعب ممكنا وخوض المباريات الودية سيساعد اللاعبين على تحقيق إنجاز جديد للكرة اليمنية الفوز الأول للأحمر الشاب في مباراته الودية أمام نادي شباب الجدة السعودي أعطى انطباعا أوليا بقدرة أسود سباء على الذهاب بعيدا خلال الاستحقاقات المقبلة ولعل المباريات الودية المقبلة التي سيخذها لعب منتخبنا الوطني قد تجعل المدرب محمد النفيعي يستقر على تشكيلته النهائية لدخول لقاءات المجموعة أربع مباريات ودية أعلنت إحداها مع بطل النسخة الأخيرة من البطولة العربية وهو نفسه من أقصى منتخبنا الوطني من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح قرعة التصفيات أوقعت منتخبنا في مواجهة منتخبات اليابان وفلسطين وغوام بالإضافة إلى منتخب لاوس الذي سيستضيف مباريات المجموعة الثالثة على أرضه فهل سيستطيع وعول سباء خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا وتحقيق إنجاز جديد للكرة اليمنية أم إن حلما آخر سيتبخر ويتم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر